اشتركوا في القناة سقوطه من الطابق العلوي لمنزل كان يقوم بطلائه رفق تزاميل له من الواجهة الخارجية والذي يقع بأحد أحياء منطقة مقاطعة بن مسيك بالدار البيضاء وأفاد مصدر المطلع أن سقوط لهالك وقع بسبب عدم أخذه والشخص الناجي من موت المحقق الإحتيارات اللازمة مؤشر إلى أن الأحادث وقع عقب جريس سائق سيارة خصوصية لحبل كان ملقى بالأرض وبالتالي قام بسحبه مع عجلة السيارة الشيء الذي نتج عنه سحب الأحبال المربوطة بألواح خشبية كان يتواجد فوقها بالأعلى شخصا مما أدى إلى سقوط واحد منهما حيث لقي حتفه على الفور وأوضح المصدر أن الشخص الثاني الذي نجى من الحادث موت المحقق جاء بفضل تثبته بالحبل إلى أن وصل إلى أحد نوافذ المنزل الذي كان يقومان بطلاء واجهته مؤشر إلى أن الحادث يصنفر حضور عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية والوقاية المدنية حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث كنتم مع نشرات إخبارية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر